أسس ميثاق العمل الوطني لمرحلة الإنجازات التي تعيشها مملكة البحرين اليوم ووضع الأبنات الأولى لترسيخ دولة المؤسسات والقانون إضافة إلى ذلك أوجد ميثاق العمل الوطني بنية قوية في دعم الكثير من القطاعات ومنها القطاع الشبابي حيث شكل قاعدة صلبة للعمل الشبابي والرياضي والتي ما زلنا نحصد ثمارها حتى اليوم ومنطلق إيماننا من أبنائنا وبناتنا من الشباب البحريني المنجز والطموح مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمستقبل الواعد فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة لميثاق العمل الوطني آثار إيجابية كبيرة في الارتقاء بالعمل الشبابي والتي حققت العديد من الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة بفضل ما هيئه الميثاق من أجواء مثالية مهدت طريق التطوير لمنظومة العمل الشبابي في البحرين كما شكل ميثاق العمل الوطني انطلاقة نوعية وقاعدة صلبة للعمل الشبابي الذي ما زلنا نحصل ثمارها وقد تمكنت المملكة من تحقيق الارتقاء للقطاعين الشبابي والرياضي من خلال تطبيق استراتيجيتها الطموحة التي تتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤية جلالته النيرة في تهيئة الأجواء المثالية أمام منتسبه هذين القطاعين الهمين لتحقيق المزيد من الإنجازات الباهرة باسم المملكة وبما يتطابق تماما مع رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبرنامج الحكومة في تحقيق أقصى درجات تنفيذ الجوانب الخاصة بالشباب والرياضة كما أصبحت مملكة البحرين قبلة لاستضافة مختلف الألعاب الرياضية بفضل البيئة المناسبة التي خلقها ميثاق العمل الوطني والتي جعلت من الاتحادات الدولية على ثقة بقدرات مملكة البحرين وكوادرها في استضافة مختلف الألعاب الرياضية حتى باتت مملكة البحرين عاصمة الشباب والرياضة وكان لميثاق العمل الوطني بلغ الأثر على القطاع الشبابي حيث تم الارتقاء بمراكز تمكين الشباب من خلال تطوير منشاءتها وتوفير الدعم اللازم لها لتقوم باحتضان الشباب والتركيز على البرامج التي تهتم باكتشاف وسقل وإبراز المواهب الشبابية في مختلف المجالات وصولاً لتبوء الشباب لمختلف المناصب والمواقع القيادية في مختلف مواقع العمل الوطني اشتركوا في القناة